طبعاً كل فنان بيحاول يتميز ويبتكر تكنيك خاص إله وبنفس الوقت يطور من نفسه إحنا الحمد لله يعني بنحب الخط العربي واشتغلنا منحوتات بالخط العربي بس حبينا ندمج هذه المنحوتات ونترحها بطريقة حديثة شوي ومختلفة فدخلنا عليها موضوع الإضاءة والظل فبدأنا بإنه نكتب مثلاً منحوتة زي الحمد والشكر لله وبالظل يطلع شخص مثلاً رعفع إديه ويحمد ربنا المترجم الآن إلي لأنه بدي أوفق ما بيني ولادي وزوجي وعملي خاصة أن الأعمال الفنية بتحتاج لوقت طويل كثير طبعاً يساعدني في الموضوع وأكيد يعني كان كثير مريح بالنسبة لألي إنه بسام هو فنان يعني وبسندني وبساندني وأنا بسانده وكانت الأعمال تقريباً كلياتها اللي بتطلع يعني هي مشتركة الحمد لله التكنيك اللي ابتكرنا واللي اشتغلنا فيه كان قريب كثير من قلوب الناس ولاقى إقبال الحمد لله محلي وعالمي عملنا أكثر من 25 معرض شخصي داخل الإمارات وخارجها شاركنا بأكثر من تجمع فني صموحي زي أي فنان أو يعني إنه أوصل أكبر شريحة ممكنة بالأفكار اللي أنا بقدمها من خلال الأعمال الفنية طبعاً أنا وبسام نفس الهدف ونفس الرؤية أنا وياه إنه إحنا منحب أو يعني كونا كنا نشتغل في التدريس بهمنا كثير إنه نشر الوعي الفني ترجمة نانسي قنقر